السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعتبر المنطقة الجغرافية الممتدة من الشرق الأوسط لغاية الهند القديمة هي المنطقة اللي بدأ عندها كل حاجة ليها علاقة بالحضارة وكلمة الحضارة نفسها مختلف فيها بين الباحثين في مختلف العلوم الإنسانية وعلشان كده بنلاقي بعض الاضطراب من العلماء في تحديد بعض المفاهيم زي أقدم الحضارات أو أغناها أو أقواها لكن بالرغم من كده فالمتفق عليه بين الباحثين بداية من العالم العربي ابن خلدون مرورا بالألماني هيجل ووصولا للإنجليزي أرنالد توين بي إن أساس أي حضارة هو الاستقرار وهجر الترحال ومع ذلك في حضارة واحدة قامت في العالم القديم كان سر تميزها هو الترحال والصفر والتجارة والتنقل من مكان لمكان أهلا بيكم أنا عمر عبدين والحلقة دي هنتكلم عن حقائق لا تعرفها عن الفينيقيين وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول اختلف المؤرخين في أصل الفينيقيين وإن كانوا اعتبروهم على أغلب الظن جماعات هجرت من منطقة الخليج العربي في حدود عام 3000 قبل الميلاد وسكنت الجماعات دي منطقة الهلال الخصيب المستفيدة من أنهار دجلة والفرات وتحديدا شغل الفينيقيون السهول المنخفضة على سواحل مناطق من سوريا ولبنان وفلسطين حاليا لكن دي كانت مجرد بداية الفينيقيين اتسعت مناطقهم فيما بعد بشكل كبير وشملت مناطق من الأندول وجنوب أوروبا وغرب أفريقيا وأشهر المدن الفينيقية كانت أرواد السورية وصور اللبنانية وقرطاج التونسية وبالرغم من الاتساع الرهيب ده إلا أن فيه كتير من المؤرخين مش بيعتبروا أن فينيقيا كانت في يوم من الأيام إمبراطورية أو حتى دولة وبترجع النظرة دي لأن الفينيقيين ما كانش عندهم حكم مركزي واحد ولا حتى جيش نظامي وإنما كان اعتمدهم في حماية مدنهم على مجموعات من المرتزقة وأما المدن نفسها فكانت بتتمتع بحكم مستقل وغير مرتبطة بالمدن المجاورة يعني الفينيقيين ما كانوش مجموعة موحدة بتعيش في ظل حكم مركزي واحد لكن على الرغم من عدم الوحدة بين المدن الفينيقية إلا أنهم كانوا عكس المدن السومرية القديمة اللي كان دايما بينهم مشاكل فالمدن الفينيقية كان بينهم تعاون وهدوء ومنفع متبادلة وكانوا عايشين في حالة سلام بدون أي صراعات وأما بقى اسم الفينيقيون نفسه فهو الاسم اللي أطلقوا عليهم الإغريق وإن كان الفينيقيون اشتهروا أكتر عن دجرانهم المعاصرين ليهم باسم الشعب الأرجواني بترجع تسمية الفينيقيون باسم الشعب الأرجواني لاشتهار ساداتهم وكبار تجرهم بالملابس الأرجوانية بدرجات ألوانها المختلفة التجارة عند الفينيقيين كانت أساس الحضارة وهو ده السبب اللي خلاهم يبقوا أصحاب الحضارة الوحيدة اللي ما عرفتش استقرار فكانوا بيتجولوا في معظم بلدان العالم القديم يعرضوا بضائعهم ومنتجتهم وهو ده برضو السبب اللي خلاهم يكتسبوا لقب جديد اشتهروا بيه وهو لقب بلوك البحار الفينيقيين هم اللي ابتدعوا فكرة الرحلات للبلاد المجاورة علشان عرض البضائع أو انهم يشتروا منتجات من بلدان وبعدين يسفروا مرة تانية علشان يبيعوها ونتيجة للحركة المستمرة دي كان من الطبيعي انهم يكونوا في قمة البراعة في صناعة المركب التجارية والسفن الصغيرة واعتمد الفينيقيين في صناعة مراكبهم على خشب الارز الشهير من اشجار لبنان وهو الخشب المعروف بجودته ومتنته ده غير انهم اشتهروا بخبرتهم الكبيرة في علم الفلك والاهتداء بالنجوم خلال الرحلات لدرجة ان نجم الشمال كان بيعرف لفترة طويلة من التاريخ باسم النجم الفينيقي ده غير شهرتهم باكتشاف كوكبة الدب الاكبر والدب الاصغر وكتير من الاجرام السماوية وطبعا رحلاتهم الكتير دي مدت نفوذهم لمناطق بعيدة اتكون فيها مستعمرات واراضي للتجار وجماعات الرحل الفينيقية وهي المستعمرات اللي اتحاولت مع الوقت لمدن مستقلة تابعة للفينيقيين وهو ده اللي خلى مع الوقت البحر المتوسط يتحول لبحيرة فينيقية تقريبا المستعمرات بتاعتهم انتشرت في اوبروس واسيا الصغرى وجزيرة كريت وجزيرة رودز وجزيرة سقلية وساردينيا وجزر كتير ووصلت المستعمرات دي لأقصى غرب البحر الابد المتوسط في مناطق جزر الباليار الاسبانية ده غير حملتهم الشهيرة لتأسيس مستعمرات قرطاش في تونس وهي المستعمرات اللي استلمت مع الوقت الزعامة من مدينة سور اللبنانية بل ان بعض المؤرخين بيعتقدوا ان الفينيقيين هم اول من اكتشف الامريكتين قبل كولومبوس بالفين سنة على الآل واللي تعتبر فرضية قوية وليها بعض الشواهد الاثرية المكتشفة في الامريكتين بالفعل واللي بتنتمي لحضارات الفينيقيين وبلاد ما بين النهرين بصفة عامة وبيعتقد كتير من الباحثين انه من الممكن تكون بعض السفن الفينيقية ضلت طريقها في يوم من الايام ووصلت في النهاية للامريكتين وهو نفس اللي حصل بالضبط مع كولومبوس واللي كان هدفه الاصلي الوصول للهند وفي الفترة من 2008 ل2010 قام القبطان فيليب بيل وفريقه اللي كان على رأسه عالم الاثار البحرية الاسترالي مارك بولتزر بالابحار بمركب طلها 21 متر ووزنها حوالي 50 طن مصممة بنفس التصميم اللي كان بيستعمله الفينيقيين زمان واعتمدوا في التصميم ده على تقليد نمازج المراكب اللي كانت غريقة اللي تم اكتشافها بالقرب من سواحل اسبانيا وفرنسا واستمر الفريق في الابحار حوالي 37 ألف كيلو متر في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي وحاولين القارة الأفريقية كلها في محاولة منهم لإثبات انه ما كانش مستحيل على المراكب الفينيقية انها توصل للأمريكتين تميز الفينيقيين في التجارة والابحار خلهم يتجروا في أي حاجة حتى البشر فعلى مدار التاريخ كله اشتهر الفينيقيين بأنهم أشتر تجار عبيد وممكن حد يقول عادي تجارة العبيد كانت مشهورة في الفترة دي أكيد وبالفعل هي كانت مشهورة قبل الفينيقيين وبعدهم كمان لكن ما حدش تقريبا عمل اللي كان الفينيقيين بيعملوه في مسألة العبيد أغلب الأمم اللي كانت قبلهم أو حتى بعدهم كان مصدرهم من العبيد عادة هو الحملات الحربية أو أسواء النخاصة الموجودة في المدن إنما الفينيقيين بقى كانوا بيسافروا ويلفوا المدن والبلاد علشان يجمعوا العبيد وكانت عمليات الجامع بتتنوع ما بين الشراء من الأسر الفقيرة أو تقديم العروض لبعض الجماعات الرحل أو حتى عن طريق الخطف واللي تعتبر واحدة من أسوأ الحقائق اللي اشتهرت عن الفينيقيين عندي كتير من الباحثين وبيعتبر الفينيقيين هم المعلم الأول للإمبراطوريات الأسبانية والبرتغالية والفرنسية والبريطانية واللي جم بعدهم واشتهروا برضو بسرقة العبيد من أفريقيا وغيرها ومن الحاجات السيئة برضو اللي اشتهرت عن الفينيقيين إنهم كانوا بيتميزوا بالطبقية الشديدة وده أمر منطقي عند مجتمع بتنتشر فيه تجارة العبيد فالطبقية كانت بتوصل عندهم لتحريم بعض الألوان والتصميمات على العبيد أو حتى العامة والسادة وكبار التجار هم اللي كانوا بيلبسوا الملابس اللي بدرجات الأرجواني واللي تتروح من اللون الوردي لحد الأرجواني الغماء واللي زي ما قلنا كان السبب إنهم اتعرفوا بين جرانهم باسم الشعب الأرجواني وأما بقى سبب اختيارهم لللون الأرجواني تحديدا فبيرجع لانفرادهم بابتكار نوع من الصبغة للملابس بيتم تصنيعها من محار البحر وبعدين يتم تعرضها للهوى وأشعة الشمس لإنتاج اللون الأرجواني المميز والفينيقيين زيهم زي الشعوب اللي كانت معصرة ليهم كانوا بيؤمنوا بآلهة مختلفة لكن لإن الجماعات الفينيقية كانوا بيعيشوا في مدن مختلفة وبعيد عن بعض فدخل كل مدينة يكون لها ثقافتها واسمتها المميزة وكمان العقيدة والآلهة اللي بيعبدوها وكان بعل وتانت هم أشهر الآلهة عند الفينيقيين وكان عندهم معابد شهيرة زي المعبد العظيم ومعبد المسلات والفينيقيين كمان كانوا ملاعين بالسحر وتأثروا بجرانهم من القدماء المصريين في صناعة التمائم السحرية من الحجارة والدهب والمعادن المختلفة ومن أهم الحاجات اللي قدمها الفينيقيين للعالم هي تطوير الأبجادية فعلى الرغم من إن الباحثين متفقين إن الفينيقيين تعلموا الكتابة من حضرات كتير سبقتهم إلا إن الباحثين برضو متفقين إن الفينيقيين كانوا أصحاب الفضل في تطوير شكل الكتابة القديم واللي كان بيحتوي على مئات الرموز والتعبيرات وتحولها لنظام صوتي بسيط وسهل مكون من 22 حرف بس وهو النظام اللي تم تطويره فيما بعد على عيد الإغريق مرة تانية بعد ما أضافوا ليه حرفين زيادة واستمرت التطويرات لغاية ما وصلت للشكل المعروف حاليا سواء في الأبجادية العربية أو اللاتينية واهتمام الفينيقيين بالكتابة كان راجع لكونهم محترفين في التجارة وده كان بيزود احتياجاتهم لكتابة العقود والمرسلات والطلبيات لكن على الرغم من تطويرهم للنظام الأبجادية الحديث والبسيط ده إلا أن أغلب كتابتهم ضاعت مع الزمن وبيرجع السبب في كده لتركيز الفينيقيين على استعمال أوراق البردي المصرية وتجنب النقش والرسم على الألواح الحجرية والفخارية وجدران المعابد ولأن بقتهم مش حرة ولا جفة فسدت معظم الكتابات الأصلية وبكده أنا بتكلمنا النهاردة عن حقائق لا تعرفها عن الفينيقيين تحبوا نتكلم عن إيه في الفيديوهات الجاية؟ اكتبوا لنا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول وشوفكم الحلقة الجاية لسه هنا؟ عايش؟ عرفتوا إن عملت قناة بطلع فيها بوشي دلوقتي؟ قناة الشخصية اللي اسمها عمر عبدين بنشر عليها فيديوهات متنوعة زي عشويات كده بس عن حاجات مش محتاجة تتحطف عشويات لإن محتوىها صغير اشتركوا فيها وفعلوا الجرس من الرابط الموجود في صندوق الوصف تحت الفيديو سلام